من جانبها قالت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعضية والأمراض الباطنية وعضو الفريق الوطني للتصادي لفيروس كورونا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 1950 حالة مشيرة إلى أن أغلب تلك الحالات مستقرة ولا تحتاج إلى علاج كما أكدت السلمان أن المملكة سجلت أعلى معدل تعافي على مستوى العالم حيث وصلت عدد حالات الشفاء من المرض إلى 1762 حالة بالنسبة لحالات القائمة الأعداد اللي راح أتكرها هي تمثل جزء من النجاح لخطة مملكة البحرين حيث أن عدد الحالات الموجودة حاليا هي 1950 حالة ولكن معظم الأغلبية الحالات المتواجدة هي لا توجد لها أعراض أو عندها أعراض بسيطة وهذا لأن مثل ما تفضل أخي الدكتور مناث أن هي جزء من خطة الفحص الاستباقية الموجودة على مملكة البحرين فإحنا نروح على مستوى مملكة البحرين في جميع المجمعات أو له الفحص العشوائي على أساس نشوف إذا في حالات منتشرة في المجتمع أو غير منتشرة وهذا يضيف إلى رصيد نجاح مملكة البحرين في مواجهة الفيروس بالنسبة إلى التعافي هذا نجاح آخر فعدد المتعافين هو 1762 وهذه من أعلى نسب التعافي على معظم دول العالم وليس فقط المنطقة وهذا يتمثل أيضا في وجود بروتكولات علاجية متابعة من الطواقم التمريضية والطبية على مدار الساعة والتأكد من وصول وتقديم الخدمات العاجية على أفضل مستوى وأفضل جودة من الخدمات وتواصل للطواقم الطبية والتمريضية تحديث البرتكولات العلاجية بما يستجد على الساحة العلمية سواء كانة بالمنطقة أو على دول العالم بحيث أن أي نوع من الأدوية يتم تجربة ويثبت نجاحها نحاول أن يكون موجود في خطط العلاجية لمملكة البحرين لاستخدامها للمرضى بالنسبة إلى هذه النجاحات أحب أن نشيد بالتزام الجميع بالتباعد الاجتماعي وبالتزام بالتقليل من التجمعات العائلية لأن نجاح أي خطة موجودة على مملكة البحرين هي بفضل تعاون الجميع بالتزامهم بجميع التعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية والتي يتبعها الجميع شكرا